صفت البقرة بتكامع عن شهر ورمضان الاية اللي قبلها بقى ربنا بقول فيها ايه اياما معدودات يا جماعة ده عرض محدود ده لما بيتعمل عروض في المتاجر في المتجر الفلاني ولا المحل بتاعت الاغذية محل الاغذية والكلام ده يقول لها قيل حد عاملين عرض وخصومات 50% 70% لنهاية الاسبوع لازم ألحق بقى او ده عاملين عرض ده كانوا بيعملوا عروض كده عارفين الجمعة البيضة حيبنوا عليك جمعة البيضة هم يقولوا عليك جمعة تانية بس الجمعة افضل الايام عندنا فييجي يعملك اليوم ده عروض عجيبة الشك تلاقي الناس كلها طوابير 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 ليه اصيولك ده عرض محدود ده النهار ده بس يتلحى يا متلحاش فربنا سبحانه وتعالى قبل ان يحدثنا عن شهر رمضان في صورة البقرة شوفوا الوضوح الاياما معدودات دول ايام بسيطة فرمضان شهر رمضان يعني قصير لا يحتمل التقصير ما يحتملش تبخش اريح شوي اريح بعد رمضان يا راح اتروح فين يعني تخيل مع فارق التشبيه سامحوني بس انا احيانا بجيب امثلة كده يعني تقرب لولدنا يعني بس مش اكتر يعني لانما شتان بين هذا وزاك واحدة فتحت له خزائن البنك المركزي تقال له قدامك ثلاث ساعات خش خد اللي انت عايزه واطلع فهل من المعقول هو ثلاث ساعات يخش يجيب اللي وعايزه فيدخل يقول تا بس اهدو بس اريحلي بس ساعتين كده وبقوم الام الحاجة معقولة ما عندكش وقت العمر قصير كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضعاء إذا كان العمر كله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد انت بكلمة عن العمر مابلنا برمضان شعر كل ما تلاقي رأسك كده عايزة تروح تنام اقول لا لا اياما معدودات اكتبها قدامك ما تنساش الله يستورك اياما معدودات يعني اياما معدودات لا أنا لازم بقى اركز اركز وتبتل إليه تبتيه لا لازم انقطع لعبادة ربنا شوية مش قال لي اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا يعني ايه القاعدة دي القاعدة دي معناها ايه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني في أمور الدنيا اللي ما يخلصش النهاردة يخلص بكرا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا يعني عنديش وقت لازم اخلص كل حاجة للاخرى النهاردة نطلع فاصل